لو كنت باحث اكاديمي او طالب جامعي فمن المحتمل ان انت بتواجه تحديات في ان انت تلاقي المصادر العلمية المناسبة لموضوع معين بتدور عليه الاداة اللي حتكلم عنها النهاردة هي اداة بتقدم لك نهج متقدم شوية في تحليل واستعراض الابحاث الاكاديمية هذه الاداة هي سايس سبيس ديب ريفيو الموجودة داخل سايس سبيس ويبسايد اللي اعتقد ان احنا تناولناه من قبل يلا بينا نتعرف على هذه الاداة ونجربها بشكل عمل داخل موقع سايس سبيس متابعي قناة انفو تيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو ان شاء الله يكون مفيدة على قناتنا معلومة النهاردة هي معلومة صغيرة حبيت بس ان انا الفت نظرك اليها وهي التحديث الجديد داخل موقع سايس سبيس من خلال اداة ديب ريفيو وهذه الاداة اللي بتوفر لك بحث اكثر عمقا بتديك نتائج اكثر دقة وموسقية يلا بينا نجرب بشكل عملي هذه الاداة بشكل بسيط عشان مش عايزين نطور النهاردة كتير يلا بينا بعد ما هتخش على الرابط الموجود في الوصف اسفل الفيديو هنخش على موقع سايس سبيس دوت كوم او ما هتخش مخصصة للطلاب وللباحثين هنا بتبتدي تكتب السورش بتاعك او السؤال بتاعك هنا عندك الستاندر مود وعندك الهاي كواليتي مود وعندك الديب ريفيو مود الستاندر مود ممكن يكون سريع شوية ولكن عشان تحصل على هاي كواليتي ريزولت او نتائج فانت بتفعل الهاي كواليتي وعندك الديب ريفيو دي الميزة اللي احنا جايين نختبرها النهاردة مع بعض طبعا الموقع فيه خطة مجانية وفيه خطة مدفوعة بالنسبة لخطة المجانية بتكون limited محدودة الى حد كبير ولكن فيها ايضا خاصية الديب ريفيو تقدر ان انت تستخدمها وتجربها تعالا نبص بعض الامثلة اللي موجودة قريدي هو عطيها لي تعالا نجرب تعالا نجرب مع بعض هذا السؤال المتعلق بالمناخ ونفعل خاصية الديب ريفيو ونشوف النتيجة ونقرنها بالستاندر ونقرنها ايضا بالهاي كواليتي هو هنا عمل enhance لي الكويري بيقولي I have enhanced the query with your inputs فاعملي submit لو انت قردي يعني عجبك الانهانسمنت هقوله تمام هنا حيبتدي يدور run literature review for the impact of climate change الجزء المتعلق بالمناخ على البيو دايورسي هنا البحث اكتر عمقا زي ما احنا شايفين بياخد وقت اكتر نقدر نقول ان الديب ريفيو زيها زي ديب ريسورج في بعض البلاتفورمز او المنصات الاخرى بالذكاء الاصطناعي ولكن هنا زي ما احنا شايفين بيدور في ال academic papers حيبتدي ياخد وقته شوية لان احنا عارفين ان البحث العميق بشكل عام بياخد وقته ممكن اعمل show more واشوف ال papers اللي هو بيدور فيها 255 papers found بيكلموا في هذه الجزئية موضوع زي اكتر بقى 280 top papers انا حبيت بس ان انا وريك الموضوع بشكل عملي بيبتدي ان هو يراجع citations الاقتباس والreferences 164 relevant citations and references found بيبتدي يعمل sorting ويصنف ال papers by relevance قد ايه هي مقربة للإموت او الكويري اللي انت طلبتو واخيرا اعطاك الانسر من top 20 papers بعد بقى مع عمل تنقيح وفلتريشن ادرا هو يديني research اللي انا طلبته the impact of climate change وهنا introduction والmean body والconclusion زي ما احنا شايفين طبعا البحث اكثر عمقا وخد وقت اكتر وبالتالي النتائج اكيد هتكون اكثر دقة تعالنا نجرب بقى مع بعض ال high quality بنفس السؤال او نفس الكويري الطلب اللي احنا طلبنا هنا رحت دست على ال high quality مع نفس الكويري زي ما احنا شايفين عطاني الاجابة from top 5 papers زي ما انت شايف طبعا انت شايف الفرق عملي ازاي تعالنا نجرب ال standard ونشوف عملية البحث ايضا تقريبا مشابه وممكن يكون ال high quality افضل في ال papers اللي تم العثور عليها بشكل عام جربت ديب ريفيو من size space لو كنت طالب او كنت باحث اعتقد الموضوع ممكن يفيدك بشكل كبير حبيت بس استعرض الميزة الجديدة الموجودة في موقع size space.com زي ما قلت لك حط لك الرابط في الوصف واسفل الفيديو عشان لو كنت اول مرة تسمع عنه اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة info take for you بنحاول نقدم لك كل جديد وكل مفيد فهيريت ما تنساش تدعمنا باللايك وشير وكومنت ولكنت بتشوفنا اول مرة ما تنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته